استقبل بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الفريق جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة وخلال اللقاء شدد عبدالعاطي على رفض مصر القاتع لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين بالإضافة إلى الحرص على الإنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون أي عرقيل كما استعرض عبدالعاطي الجهود التي تطلع بها مصر على صعيد حجز التأييد للاعتراف بالدولة الفلسطينية على الساحة الدولية والاتصالات التي تجريها مع كافة الدول لنقل رؤيتها بضرورة العمل على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة من جانبه أشاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة بالدور المصري المهم والمحوري في دعم القضية الفلسطينية وما تبدله من جهود من أجل التعامل مع الأزمة في قطاع غزة وتدعياتها الأمنية والإنسانية كما اتفقت رؤى الجانبين بشأن أهمية أن يتأسس أي طرح لحل القضية الفلسطينية على وحدة الأراضي الفلسطينية والاستناد إلى مقررات الشرعية الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى ما تمليه التحديات الراهنة من ضرورة وحدة الصف الفلسطينية وتعزيز دور السلطة الوطنية ما يضمن تحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر